مرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة الفلاحة والطبيعة يوم جديد نهار جديد وموضوع على السريع بحول الله موضوع جديد أتمنى أن تكونوا بخير كنت أتجول في مزرعة أحد الأصدقاء هنا هم جيران ولاحظت خطأ شائع في التقليم يجب تداركه في موسم التقليم في الشتاء لذلك ستقسم المعلومة معكم مصدقائي لاحظوا هذا حامل ثمار أو الساق رئيسي لدينا الساق رئيسي هنا وساق رئيسي أخرى هنا من هذه الساق الرئيسية يوجد فرع هنا قريب لهذه النقطة هو حامل للثمار لاحظوا تشكل العيون الثمارية لمن أراد التطرق إلى موضوع أسباب وكيفية تشكل العيون الثمارية في الصيف وما يجب القيام به يمكنك متابعة أخر الفيديوهات التي نشرناها في القناة أو مراجعة للقناة وسوف تجد الفيديو الخاص بهذه الحالة إذن نغرق القوس نعود إلى موضوعنا قلت هذا حامل للثمار لكن لاحظوا كم هو طويل يعني حوالي 40 سنتيمتر وفي أغلب الحالات نحن نحث على تنظيم المسافات بين حوامل الثمار على الأقل يكون هناك تباعد حوالي 15 سنتيمتر بين كل حامل الثمار منبثق من الساق الرئيسية وأيضا هذا الحامل للثمار يجب أن لا يكون طويلا وإن كان طويلا فيجب أن يكون خشن وإن كان خشن وطويل فيجب أن يكون اتجاهه في اتجاه يعني جيد ومنظم فهذا الحامل لاحظوا هو يتجه مباشرة إلى حامل آخر ها هو الحامل آخر من هذه النقطة فماذا سيقع في هذه النقطة حيث يلتقون سيقع مشكلة التقاء الثمار أو الأخصان وتشبكها ببعضها البعض ما سينتج عنه هذه الحالة من تشوه الثمار تشوه منظرها ثم يمكن أن تفسد يعني تهلك هذه الثمار ولا يمكن تسويقها فيما بعد ويمكن أن تأخذ الكثير من الغذاء وجهدك صديق الفلاح ثم في آخر مرحلة ستقوم بالتخلص منها لذلك نحن نوصي دائما على أن تكون هذه حوامل الثمار أن تكون شكلها قصير غيث ما تأخذ قطر مناسب جيد مثل هذا الحامل لاحظوا هذا سقر إيسي وهذه حوامل الثمار كل حامل في اتجاه جيد ومنظم هنا تكون الثمار في حالة جيدة وفي مكان ممتاز من التهوية والإضاءة ونتفادى مشكل التشابك حيث بسبب هذا التشابك كما قلت سوف تلتقي الثمار ببعضها البعض والأغصان ما يسبب في تشوهها ولن تصلها يعني الكمية اللازمة من الضوء وأيضا الهواء وأيضا المبيدات التي تقوم برشها صديق الفلاح إذا كنت أول مرة تصل للقناة يمكنك الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب لدعمنا وأنت صديقي ومتابع القناة الكثير من المتابعين الأصدقاء الأوفية للقناة أشكركم دائما على تعليقاتكم المميزة وأتمنى أن تدعمون دائما لكي تكونوا سندا لنا ونواصل المشوار في هذه الفيديوهات القصيرة التي ربما تستفيدون منها دمتم في رعاية لله وبالتوفيق وإلى اللقاء